ونعود إلى غزة من جديد ومازلنا في انتظار رد حماس أو الإعلان عن رد حماس حول الورقة المصرية اللي طبعا حدث عليها عدد من التعديلات تم إيصال الرد الإسرائيلي لحماس والآن في بحث للرد الإسرائيلي من حماس ومفاوضات طبعا مع المصريين مصر تبذل كل الجهود لمحاولة التوصل لهدنة مش هادر أقول وقفة لقنار ولكن هدنة ولو مؤقتة لالتقاط الأنفاس الرئيس بايدن اتصل منذ قليل بالرئيس السيسي ويعني مشاورات على مستوى عالي بلينكين في أرياض كان هناك اجتماع أيضا سداسي في أرياض لعدد من وزراء الخارجية يعني الحقيقة أنه الدنيا كلها في انتظار رد حماس الذي الحقيقة ومهم جدا مش بس بالنسبة للحرب في غزة ولكن مهم بالنسبة لأهل رفح اللي منتظرين اجتياحا بريا يعني ممكن يودي بحياة عندنا مليون وربعمائة ألف نازح موجودين الآن في رفح الفلسطيني العميد محمود محيددين ونظرة سياسية وعسكرية على الأوضاع أهلا بيك سيدنا أهلا بيك فنن أين نحن الآن؟ نحن الآن في فعلا زي ما ساتك أشهرتي احنا في ظرف صعب جدا ظرف حاسم مفاوضات اللحظات الأخيرة إما يحدث هدوء متدرج وإما تندلع الحرب في منطقة رفح ما فيش حلول تانية ما فيش أي حلول وسطه ده اللي دعا الرئيس الأمريكي أنه يجري اتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويجري اتصال أيضا بأمير دولة قطر وبلينكين في المنطقة زي ما ساتك أشهرتي خرج من الرياض دلوقتي هو حاليا مبيت في إسرائيل الليلة وحيكمل معاهم بكرة محادثات انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات اللي حتم في القاهرة علما بأن الجانب الأمريكي أيضا له وفد موجود بصفة دائمة مقيم في الصفرة الأمريكية عندنا هنا كمان يعني الأمور حضرتك زي ما ساتك أشهرتي إحنا حماس حصلت على شيء جديد القاهرة استطاعت أنها تحصل للشعب الفلسطيني على فكرة أن إسرائيل تقبل بالهدنة وأن إسرائيل تقبل بالهدنة التي قد يبنى عليها في المستقبل قد يبنى عليها في المستقبل هدوء طويل الأمد بغرض البدء مباشرة في فكرة كيف يتم إدارة قطاع غزة كيف يتم حل الدولتين لابد أن السلطة الفلسطينية تكون موجودة بصورة أو بأخرى في إدارة موضوع القطاع المبادرة المصرية حققت كتير جدا للجانب الفلسطيني بالمناسبة وده أول مرة إسرائيل تتقبلها أولا الجانب المصري فرض أن لابد من إخلاق محور نتساريم اللي هو الطريق 749 الفاصل ما بين شمال قطاع غزة وجنوبه إخلاق كامل رجح إسرائيليا أن مصر طلبت كمان أن هي تتولى مع دول عربية أخرى فكرة تفتيش السكان اللي هيرجعوا ليه مناطقهم علشان السلاح ما يرجعش تاني من الجنوب لأن الجانب الإسرائيلي لما عمل المحور ده حضرتك حط فيه اتنين لواء لواء مشاه احتياط ولواء مضرع اللواء التاني مشاه كريملي واللواء 769 وبغرض أنهم يعملوا عملية إجراءات الأمن وإجراءات التفتيش وأنشأ الجيش الإسرائيلي فعلا في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي أنشأ ثلاث معسكرات على هذا المحور عرض هذا طول المحور ده بالعرض بإسم قطاع غزة 6 كيلو و 600 متر فعمل فيه ثلاث معسكرات بالإضافة إلى المعسكر اللي عند المعسكر اللي موجود على الميناء الجديد الجانب المصري فرض على الجانب الإسرائيلي أنه لابد أن الجيش الإسرائيلي ينسحب انسحاب كامل من هذا المحور علشان نيسر موضوع انتقال السكان إلى منطقة شمال غزة هذا النجاح المصري لم تكن تستطيع حماس الحصول عليه على وجه الإطلاق هنتكلم عليه في الخرايض بلكن إيه نقاط المبادرة الأخرى أو الورقة المصرية الورقة المصرية أول حاجة حضرتك عودة السكان إلى مناطق عشيتهم الطبعية وبالتالي إخلاق محور نتسريم وده يعتبر نجاح كبير جدا النقطة الثانية حضرتك البدء فورا فيه يعني نحن نسلم الرهائن في مقابل أن كل عسكري من اللي هيتم تسليمه في المقابل بتاعه 50 أسير فلسطيني وده بالنسبة للعسكريين والمدني هيبقى 30 أسير أنا هنا بتكلم إن إحنا انتقلنا لمرحلة تسليم العسكريين بالضبط يا فن ولا إحنا بنتكلم لسه في كبار السن لا يا فن بنتكلم كمان في العسكريين في العسكريين آه بنتكلم في جزء دلوقتي إحنا كان المعروف إن هم من 20 إلى 40 لكن هل حماس قالت أنا المضمون عندي إن أنا موجود 20 الاربعين دول هدور عليهم بقى بين الفصائل لا موجودين هم موجودين ما بين الفصائل زي ما ساتك أشارت فعلا وحماس قدرت إن هي تحصل عليهم وبالمناسبة لأصد بالعسكريين فئتين فئة كبار السن من العسكريين وفئة البنات أو السيدات من العسكريين المجندات دول اللي حيشفرهم الصفقة الأولى حضرتك في مقابلهم كم في مقابلهم أي حد عسكري هيبقى 50 وأي حد مدني هيبقى 30 مش قليل قوي 50 دا؟ مش قليل لأنه إحنا دم عسكري كنا بناخد ألف مؤبدات بقى حضرتك دي دول المؤبدات لأن المرحلة الثانية من العملية هيبقى فيها عملية طبيض السجون يعني حتى الجانب الأمريكي منفتح على فكرة طبيض السجون وإن حجم المؤتقرين يا فندم خليني أشهر على الحتة ديت عشان برضو دي معلومات مهمة أقولها في عندنا ثلاث حاجات فيما يتعلق بعملية الحبس السجن في إسرائيل حضرتك فيه حاجة اسمها إيقاف إداري يعني واحد بيتاخد من الشارع في مظاهرة وفيه اللي حكم نتيجة عمليات أو شغل مثلا تم أعمال مقاومة خد مؤبد واثنين وثلاثة ثم النقطة الغائبة اللي هو المقبوضة عليهم في قطاع غزة أثناء العملية العسكرية بعد السبع أكتوبر ودول موجودين في حتة مهمة جدا اسمها زديتيمان الزديتيمان ده معسكر من أيام الجيش الإنجليزي ولكن هي في النهاية كانت زمان اسمها الفرق السهوية 11 ده جنوب غرب السبع وفيه آلاف آلاف في هذه المعسكرات بلا رقابة حضرتك بلا صليب دولي بلا أمم متحدة بيتجرى تعذيبات يعني فيه ناس طلعت منهم فيه حوالي يعني مئات رجعوا لكن لسه فيه آلاف موجودين بيتكلموا على أعمال التعذيب والاستجواب بغرض الحصول على معلومات بصورة وحشية احنا بنتكلم على هدنة مدة هد ايه؟ احنا بنتكلم على ست أسابيع ست أسابيع يعني كل يوم فيه أسرع تقد كل تسليم أسير بيوم بيوم هم بيكلموا على كده على أن كل أسير يعني هنمشي على نمط أن الأسير يوم ولكن أنا بقول لحضرتك هم الكلام بمسرع بيكلم على ست أسابيع خلالهم حضرتك هيبنى عليه المرحلة التانية من الصفق هل المرحلة التانية بتتضمن خروج قيادات حماس من غزة؟ لأنه هم رافضوا هم رافضوا بس فيه نقط هنا حضرتك أنا عايز ايه؟ اقول ان فيه تعديلات بتتم في كل لحظة يستوقفني في كلام سيادتك تصريحات وزير الخارجية البريطانية وده موضوع مهم ودرجة مهم جدا في العملية وفي إدارة العملية لأنه كان رئيس وزراء سابق وحد مهم جدا كلم على ربطين مهمين قال ان احنا علشان نبدأ في المرحلة التانية في المبادرة المصرية أو تبقى لتوافقات باريس تلت مراحل ان احنا لابد من إخراج قادة حماس زيماساتك أشارتي ده شرطة علشان نجيب إسرائيل للحل السياسي دول مش هيبقا لهم موجود في المشهد النقطة التانية حضرتك اللي بيكلم فيها برضو البريطانيين بيتكلموا حضرتك على أن الجيش الإسرائيلي لابد أنه في المقابل أيضا يلتزم بفكرة الخروج النهائي من قطاع غزة وقال لا يكون له تواجد ولكن ده حيتطلب وجود قوات مشتركة قوات أخرى يعني ممكن يبقى مصريين قطريين بريطانيين يعني تركيبة معينة مش بالضرورة تكون بقرار من مجلس الأمن ده اللي بيطمح إليه البريطانيين نحن عايزين نحل الموضوع بصورة يعني جزرية ولكن بتوافقات إقليمية دولية تمام هذه الورقة أو المخترح المصري يتحدث عن تجميد عملية رفح أم أن الإسرائيليين يتحدثون عن تأجيل عملية رفح لو بدأنا حضرتك السؤال ده محوري في منتهى الأهمية لو بدأنا في عملية تسليم الرهائن ففي تجميد لعملية رفح مدة الهدنة خلصة الهدنة لا مش هتخلص الهدنة لأن مفترض أن في نفس الاتفاق أن أثناء عملية الهدنة حيتم العمل على إخراج باقي الرهائن اللي هما هيبقوا دسا لو نخش بقى في المرحلة نخش في المرحلة التانية والمرحلة التانية حقيقة هتبقى مختصرة هتختصر المرحلة التانية والتالتة يعني الباقي من الأحياء والأموت والأموت طيب خليني نقول إذا لم نصل إلى حل ونتمنى أن لا يكون الأمر كذلك تكلمني بقى عن رفع عن تكدس الفلسطينيين في رفع إحنا بكيف مليون و300 أو مليون و400 ألف الموجود على الأرض يا فنم دلوقتي حقيقة الأمور يعني مليون و100 ألف لأن فيه 300 ألف تم هجروا بالفعل يعني فيه 300 ألف زي ما ستك أشارنا لفكرة المعسكرات التي تعملت جديدة ففيه 300 اتحركوا بناء على تعليمات إسرائيلية بنزلوا منشورات بيفتحوا أماكن بيقولوا مربعات الناس بتمشي لأن الناس مش قادرة تعيش الناس مش قادرة تعيش في هذه المنطقة طيب خلييني بس أقول أنه بعض الأنباء الصحفية بتتحدث الآن عن مغادرة وفد حماس وأنهم سيعودون برد مكتوب على المقترح التهديئة رفع مساحتها قد إيه؟ 62 كم متر يا فنم هل نتكلم هنا عن رفع الفلسطينية الفلسطينية يا فنم رفع الفلسطينية حضرتك المنطقة دي بالكامل هل نتكلم حقيقة على 62 كم مربع 62 كم مربع دول بيعيش فيهم الآن واحد واحد من عشر مليون كان قبل كده واحد وربعة من عشر من ذاتك أشارتي المنطقة دي تقريباً الكيلو متر الواحد هل نتكلم على 28 ألف بني أدم وهذه كسافة غير موجودة في الكرة الأرضية النقطة الثانية حضرتك أن تفتح ليهم ممرات في منطقة الشمال وفي منطقة محور صلاح الدين حضرتك أن الناس تبدأ تتحرك في اتجاه خان يونس وفتجاه منطقة المواصي منطقة المواصي حضرتك هي 12 كيلو على البحر وهي منطقة كبيرة وكل الجهات على سبيل المثال مصر حضرتك عاملة معسكرين هناك وبنعمل الثالث حالياً في منطقة خان يونس ودخلنا مبارح مصر مستشفى ميداني كله شغال دلوقتي على فكرة تفكيك الأزمة الإنسانية حتى لو ما فيش حرب العدد ده في حد ذاته موجودة على الحدود ده موضوع خطير لأنه حتتفشى فيه الأمراض وقد تنتقل الأمراض عبر الحدود فيه مشاكل كبيرة جداً بتتم في هذه المنطقة لابد من إخلاقها ولابد من إعادة الحياة الطبيعية لمحافظة رفع في هذه المنطقة ولكن هل الجيش الإسرائيلي ساكت؟ لا الطيران الإسرائيلي حضرتك بيرتكب مجازر في رفع وبيضرب بيوت وعائلات بعينها وبيستهدف بعد قادة حركة حماس في منطقة رفع بصورة شديدة جداً وعنيفة جداً النهاردة قنبلة واحدة قتلت 36 من أدم في أمارتين فعلشان كده المنطقة هنا في منطقة الحساسية والضغوط اللي بيمارسها الجانب المصري والجانب الأمريكي حتى آخر تصرحات بلينكين قال إن إحنا حتى الآن الجانب الإسرائيلي لم يعرض علينا خطط نديهم صلاحية بالتنفيذ إحنا حتى الآن معترضين ولم يأتي من الجانب الإسرائيلي شيء يخلينا نوافع على عملية تنفيذ رفع طيب أنا إن هذا الرئيس الوزراء كان بيتكلم أننا مستعدون إنسانياً إذا ما حدث يعني حدثت العملية لأننا أكيد ممكن نتوقع اكتياح عبر الحدود إحنا مستعدين إحنا مستعدين أفنم خلنا أتكلم برضو في نقطة مهمة فيه فرق ما بين العمل السياسي اللي بيتم في المنطقة وفيه فرق شاسع جداً ما بين إجراءات الدولة المركزية المصرية إجراءات الدولة حضرتك اللي بيعبر عنها شخصياً السيد رئيس الجمهورية لأن كل التصريحات ويترتب عليها أثر قانوني والسيد وزير الخارجية كلا الأسنين السيد الرئيس ووزير الخارجية مصر بالمطلق رفضة أيد كل رفع لكن لازم نكون مستعدين لسيناريو بي لكن هناك تعليمات صدر التعليمات من الدولة المصرية كل الأجهزة رفع درجات السعادات إحنا جاهزين جداً عاملين حسابتنا عاملين كمال نطاقات يعني نطاقات يعني إيه؟ يعني عاملين مثلاً في مرحلة هنا حننفس فيها إجراءات في مرحلة بعدها حننفس فيها إجراءات إننا حبنتكلم على فكرة يعني من 3 إلى 5 كيلو يبقى فيه قطع نهائي لأي تمدد لسبب لأن أي حد هيعد الحدود في النهاية حيرجع مكانه تاني داخل قطاع غزة ولكن إنسانياً كما قرعيش الوزراء إحنا طبعاً مستعدين لأنه دول أهلنا وجرانا وقضيتنا وارد لكن القضية ساتك الأساسية إننا لابد إننا نفوت على الجانب الإسرائيلي فكرة التأجير لابد إننا نفوت عليه فكرة يعني الخروج الطوعي اللي هو بيتكلم فيها وإخلاء الأرض من ناسها وتصفيت القضية وتصفيت القضية إحنا كل ده إحنا جاهزين نرجع بقى ليه المحور حريكة كلمت عليه ونشوف يمكن خريطة أوسع شوية وهو المحور اللي مصر في الورقة بتتكلم على إخلاءه أكبر إنجاز في الورقة نشوف الخريطة أوسع جماعة هنا ساتك بقى الطريق ده حضرتك اللي هو 749 هذا الطريق بيسموه هم محور نتساريم لأنه هو ممتد هنا إلى منطقة مستوطنة نتساريم ومعسكر نتساريم في هذه المنطقة اللي هو بيتبع مجموعة العمليات اللي بتحكم قطاع غزة المفترب يعني هذا الطريق حضرتك عرضه 6 كيلو و600 متر إسرائيل عملت فيه ثلاث معسكرات هنا وهنا ثم عملت معسكر جنبه هنا في الحتة دي اللي هي المنطقة اللي فيها الميناء الجديد طيب هي إسرائيل استدعت اتنين لواء لواء مشاوة لواء مضرع لواء الاتنين جمع من الجبهة الشمالية وده بيأكد لنا على فكرة إن عملية اكتياح رفح هي بتنتظر أمر سياسي من رئيس الوزراء على اعتبار أني حتى الترحيل حتى الآن لا يتم بصورة كاملة وهناك تسريبات إسرائيلية أن حماس نبهت على سكان رفح بعدم الذهاب إلى الشمال وإن تفضل الكتلة البشرية موجودة دا وجهة النظر الإسرائيلي حضرتك منذ قليل تصريحات لغازي حمد القيادي بحركة حماس قال أبدأينا مرونة كبيرة للتوصل الاتفاق ولكن بند وقف إطلاق النار ليس واضحاً ومحدداً حتى الآن هي دي النقطة المهمة؟ يعني إيه؟ نعم تماماً فإنه هو ساتك الجانب الفلسطيني أو حركة حماس بالمطلق طلبت أن أي اتفاق من بعد عملية الإفراج عن الرهائن السابقين أن لابد أن يتضمن فكرة إيقاف الحرم ووقف إطلاق النار مش هدنة مؤقتة مش هدنة مؤقتة أو على الأقل ينص عليها بفترة زمانية حتى لو حنعمل هدنة جزئية لمدة ست أسابيع هم خايفين من إيه؟ من عودة هم خايفين إن إحنا نطلع لكم الرهائن سيحة تطلعولنا عصرة ولكن نطلع الرهائن تاني يوم تكون داكك رفح بالضبط فان هي فيه هنا نقطة سياسية النقطة السياسية حضرتك إيه؟ اللي بيتكلم عليها المعارضة الإسرائيلية عشان نشوف الجانب الآخر من الصورة دولة إسرائيل بصفتها أعلنت حالة الحرب لابد إن رئيس الوزراء يعود إلى الكنيسة بتاعه والحكومة بتاعته ويوقف حالة الحرب أو يقول إن إحنا الحرب انتهت دا علشان يتم هناك محاذير لنتانياهو إن سموت ريتش ويه بن غفير هددوا بصورة واضحة إن أي إيقاف لعملية رفح هم الاتنين هيستقيلوا هم الاتنين هيستقيلوا فالحكومة تقعد دخل يا إير لبيد قال أنا عندي 18 مقعد في الكنيسة أكتر منهم في العدد وأنا جاهز بإن أنا أوفر لك مظلة الأمان فالتحالف اللي هو فيه يقوده نتانياهو يسقط فيه يسقط فورا يسقط فورا ده اللي حكمته عشان كده يا إير لبيد النهاردة أتكلم وقال أنا بجدد رغبتي في إيقاف الحرب والإفراج عن الرائن وأنا هوفر لك غطاء في الكنيسة حكومتك مش هتسقط ومش عايز عندك مناصب لأن إيقاف حالة الحرب في المرحلة دي هي شيء مهم جدا لدولة إسرائيل بس نتانياهو لا يريد إيقاف الحرب لا يريد لأنه هو تاريخيا بينتمي إلى معسكر اليمين وكل شباب لا هو خايف على نفسه خايف من التحقيقات خايف من سقوطه سقوطه هو شخصية طبعا طبعا أفندي هو ستة وسبب يعني كبر يعني يعني آسف سبعة وستين سنة فكبر يعني نتانياهو دلوقتي بقى يعتبر كبر سبعة وستين سنة بس بيقتل الناس عادي جدا لا أكبرش على قتل الناس بالضبط فنم ده موضوعتي هنا خلاص نرجع تاني هنرجع بس في نقطة بالمناسبة في نقطتين مهمين لأن ده اللي هيأثر على الحكومة الإسرائيلية فكرة إيقاف الحرب أولا في تصريحات مهمة جدا على سبيل المثال مشي علون كان مشهور باسم الحركة بوجي مشي علون ده كان حضرتك حد من رؤساء أركان الجيش الدفاع وكان وزير الدفاع وحد من المهمين جدا في المجتمع الإسرائيل هو نفسه طلع تصريح قال أن إحنا بن جوريون قال المؤسس أن دولة إسرائيل علشان تعيش لابد أن هي تحتفظ بالقوة وأن تكون دولة مستقيمة ما يبقاش فيها فساد النهاردة هو بيكلم نتانياه ويقول له أنت فاسد سموتريتش فاسد بن غفير فاسد أنت دمرت كل القيم اللي ناشئت على أساسها الدول حان الآن موعد الانتخابات وتخرجه من المشهد وأن فكرة التحجج بدخول رفح هي لا تمثل انتصار حتى لو دخلنا رفح مش هننتصر وده هيرجعنا النقطة المهمين إيه السببية الأساسية اللي خلت رئيس المخابرات العسكرية يستقيل أثناء حالة الحرب لأن معروف أن هنا هترتكب مجازر وجرائم ستؤدي إلى طلب محاكمة قادة ميدانيين يعني قادة اللواءات وقادة الفرق هيروحوا على محكمة جرائم الحرب واليوم معريف النهاردة بالتنسيق مع بعض التسريبات الأمريكية بتتحدث أن صدرت فعلا من محكمة جرائم الحرب أوامر ضبط لنتانياهو صدرت الجناعات دولية بصورة سرية فندي بصورة سرية نتانياهو الجناعات دولية هتطلع إزاي بصورة سرية أمريكا علنت بايدن قال منذ قليل إن إحنا لسنا لكن المتحدة قالت إن إحنا لا نوافق على أي قرار من الجناعات الدولية أمريكا لا تعطي دوء أن أقبل الجناعات الدولية ده كلام كويس ولا إسرائيل عضو في الجناعات الدولية أمريكا اللي مش عضو إسرائيل أصبحت عضو لإني أصبحت عضو لإني راحت بالمحاققين بتوعها وبالمفوضين بتوعها هي ليست عضو بس حضورها للمحكمة يلزمها أخلاقيا إن هي راح تدافع عن نفسها تدافع عن نفسها بس لا تعترف بولاية المحكمة ولا تعترف بالمحكمة ضمنية يا فندم قدام العالم كله بيؤشر على إن هناك يعني رؤية إسرائيلية في فكرة الدفاع عن النفس هي راحت وفشلت سيادتك من حق المحكمة الجناعات إن هي تصدر أوامر صريحة ومن حقها أن تصدر أوامر سرية يعني خان عينه الأمريكان واختاره الأمريكان لا يمكن لخان اللي هو رئيس هتصدر حضرتك هنشوف أنا لا أثق في النظام الدولي أنا لا أثق تماما هتصدر حضرتك نتانياهو وزير الدفاع رئيس الأركان ده حتى الآن ورئيس الأركان بس أنا بأكد لحضرتك أن فيه زباة تانية أنا هرجع لإستقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية واستقالة لما حدث لإخفاقه في 7 أكتوبر ولا بتقول حركة أنه استقالة قلقا من المحاسبة مما يحدث من المجازل بالضبط فهو رئيس الاستخبارات العسكرية في أي جيش رئيس الاستخبارات العسكرية أو المخابرات العسكرية في أي جيش هي عقل هذا الجيش وشعبة عملياته أو هيئة عملياته هي قلب هذا الجيش رئيس شعبة الاستخبارات وجد نفسه أنه لا يسمع تقاريره ولا يسمع آراءه وأن الموضوع أصبح يدار من مجلس الحرب بقية نتنيا كل تقارير رئيس الاستخبارات نحيت جانبا وأصبح حتى كمان هناك ضغط على رئيس الأركان هاليفي وهاليفي من الناس المتعلمين من الرؤساء الأركان الكوي من وجهة نظرهم الكويسين يعني الفكرة كلها في حضرتك أن المستوى السياسي في إسرائيل علشان يضمن سلامته زيما ساتك أشارتي بيضحب كل القادة العسكرية في الميدان عشان كده بقول لحضرتك بأكدلك أن استقالة رئيس هاية الاستخبارات طب ما هو أهاليفي مقدم استقالة قادة كتير قادة المنطقة الجنوبية مقدم استقالة أطرافا بالمسؤولية ومع ذلك ما استقلوشي لأن المعركة ما زالت فين في الميدان أما رئيس الاستخبارات لجأ لفكرة تأكيد الاستقال الفورية لأنه لا يسمع قراراته أو تقاريره بالإضافة إلى خوفه من محكمة جرام الحرب طيب نرجع تاني المحور نت سانية هذا المحور نت سليمة فندم هنخش محور نت سليمة فندم زي بقولي ساتة كده المبادرة المصرية حققت لحماس والشعب الفلسطيني هنا مكسب كبير جدا إن هي فرضت على الجانب الإسرائيلي الأول مرة الخروج من هذا المحور واحد لوه مدرع واحد لوه مشاهد هل ممكن إنه معلش هل ممكن إنه إسرائيل وده موجود برضه من طلبات حماس أن تخرج من العمق من عمق غزة إلى الحدود وإنها تخرج من محور النهاردة بالأمس نفذت المقاومة عملية على هذا المحور قتلت ثلاث جنود وأصابت خمستاشر عملت إيه قمبلة من الـ F-16 أطلقت لم تنفجر عملوها زي لغم أو كمين يعني فجروا بيها بيت من البيوت المحتلة اللي بتحتلها وحدات اللي هو المشاه من هنا حضرتك إسرائيل نفسها هتجد إن هي طول الوقت طول ما الجيش الإسرائيلي قاعد في معسكرات فهو مستهدف المقاومة هتستهدف وده كان أول استهدف في حتى اسمها المغراقة اللي بتكلموا عنها بقى لها يومين هذا الكمين إن الجيش المقاومة الفلسطينية استهدفت الجيش الإسرائيلي ده بيفكرهم بإيه بهروب الجيش الإسرائيلي من محور في لديل في سنة 2007 تحت نيران المقاومة وضرب مين المقاومة الجيش الإسرائيلي بيكسب إمتى في غزة طول ما هو متحرك أول ما معسكرات الجيش الإسرائيلي تثبت في غزة تأكد حضراتك إن المقاومة هتنتصر التراشخ بين إسرائيل وبين حزب الله مستمر والكلام على عملية عملية قد تكون في العمق اللبناني الكلام ده إحنا تكلمنا فيه كتير والجيش الإسرائيلي بالمناسبة هو صادق على خطة عمليات اجتياح الجنوب اللبناني حتى منطقة نهر الليطاني حتى الآن وأعدل ذلك الفرقة 36 والفرقة 91 بالإضافة إلى حتنضم اليوم المجموعة العمليات 98 وبعض الوحدات النخبة زي اللي هو الجولاني وغيره يعني طيب إيه المتغير اللي حصل خلال هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي على سبيل المثال إن بعد فكرة هدوء محور إيران إسرائيل بدأ حسن نصر الله أو حزب الله يكسف من الضربات على الجانب الإسرائيلي حسن نصر الله استطاع بالمسايرات واستطاع بالمسايرات الانفجارية الانتحارية استطاع أنه يصل إلى منطقة عكة معنى الكلام دي أنه وسع دائرة السداف إلى حتى 35 كيلو حسن نصر الله الحزب اللي يوميا بيرد على إسرائيل وبيستهدف معسكرات ذات قيمة النهاردة حركة حماس في لبنان أعلنت مسؤوليتها عن ضرب اللواء القطاع الشرقي اللي هو 969 المدرع اللي هو المفترض أنه وحداته نازلت حارب في قطاع غزة يعني استهدفه معسكراته بحوالي 30 ساروخ كتيوش طيب هل الحزب اللي ساكت؟ لا مش ساكت بالعكس هو وسع دائرة الاستهداف وأهم من ده كله أنه بيستهدف معسكرات نوعية بعينها تمثل عماد الجيش الإسرائيلي في منطقة الشمال أبرز على سبيل المثال معسكر ميرون أو قاعدة الاتصالات الرئاسية في ميرون المتعلقة بإدارة العمليات الجوية والدفاع الجو في المنطقة الشمالية في محيط سبع دول هنا إيران بيستخدم أذرعها بالصبت بصورة واضحة لعقاب إسرائيل لعقاب إسرائيل إسرائيل في المرحلة اللي احنا فيها دي ما تقدرش تحارب على جبهتين أنا بأكد لحضرتك عشان كده هنجد أن بدأ بني جينيتس اللي هو متحالف معنا تانياه بدأ النهاردة يعلن أنه هيستقيل من الحكومة وإن لو استمر بني مين تانياه يضع رفع في المقدمة رفع خلاص الحرب من وجهة نظر الإسرائيليين انتهت انتهت ليه لأن اكتشفوا في النهاية أن المقاومة مش هتموت وأن المقاومة هتكمل والدليل حضرتك أن التقاريري لاستخبارات العسكرية إسرائيل بتتكلم على أن محافظة شمال غزة ومحافظة غزة اللي هي شمال المحور نتساريم اللي معزول هناك خمس سلاف إلى ست سلاف مقاتل من عناصر المقاوم معنى الكلام ده إيه؟ أن الدخول إلى رفع هو دخول سياسي وليس دخول عسكري بالمفهوم العسكري اسمح لي أن نقف قليلا ونخرج فاصل ونواصل هذا الحوار حول اللحظات الحاسمة في المبادرة المصرية والحقيقة اللحظات الحاسمة لقطاع غزة ولأهلنا في رفع وللأزمة في غزة الدقائق القليلة من هذه الحلقة وخلينا نشوف هذا المشهد من جامعة كولومبيا حيث كنا بنقول لكم أنه ما زال دول الدكاترة والأسد عاملين زي سلسلة بشرية كده لمحاولة حماية الطلبة الطلبة لسه موجودين داخل الحرم الجماعي ولسه مؤتصمين وهتفاتهم لن نرحل لن نستسلم لن نغادر بينما القوات الشرطية موجودة خارج أبواب الجامعة في كولومبيا مشهد مهم جدا مشهد يجب أن نرى هنا العالم أمريكا أمريكا الناس أمريكا الطلبة أمريكا الشعب منتفض من أجل الحق الفلسطيني رسالة مهمة لنا جميعا كعرب الحية حين ينتفض الآخرون هذه المشهد للخيم للطلبة الموجودة في الحرم الجامعة بكولومبيا رأيك أن هذه التظاهرات الطلبية الوقت كام جامعة؟ نحن نكلم في 65 جامعة 65 جامعة هل ستؤثر على تغيير الموخف السياسي الأمريكي؟ أكبر ضاغط على الإدارة الأمريكية بمظاهرات الطلبة لأن الجميع بيربطها بمظاهرات الطلبة إبان فترة حرب فيتنام الطلبة الموجودين أو اعتاد الحزب الديمقراطي إن الشباب والشباب اللي من أصول عربية تحديدا هم بيعتبروا عماد من أجزاء المهمة في حملة الانتخابية الرئاسية التقدرات بتتحدث على أن هذه الشريحة من المجتمع شباب الجامعات خاصة أنها يعني دي من التوب تن وتأثيرهم كمان عالي جدا النقطة دي الخطير في هذا الموضوع أنهم مش هيروحوا ينتخبوا ترامب لا أهم مش هينتخبوا بايدن مش هيروحوا أصلا لانتخابات ده في حد ذاته يقدر يأصل على حملة الرئيس بايدن وحملة الديمقراطيين لأن الديمقراطيين بيقتلوا على فكرة الكرة الآن في ملعب حماس أم ملعب إسرائيل؟ لا الكرة بكل تأكيد في ملعب إسرائيل مش في ملعب حماس وهذا ما قاله غازي حمد الكرة في ملعب إسرائيل الكرة في ملعب إسرائيل حضرتك لأن إسرائيل هي دولة معتدية على الشعب الفلسطيني فكرة الحرب على غزة هي فكرة غير أخلاقية وغير إنسانية هي بتحارب المقاومة الفلسطينية تدخل وتحارب المقاومة الفلسطينية لكن تدمر غزة بصورة يستحيل معها العيش بغرض أنها تحدث تغير جيوسياسي في الإقليم ده كلها جرائم حرب ولابد أنهم ما يتحذبوا عليها وكتير جدا في البرنامج مع السيادة اكتلابنا أن جامعة الدول العربية تعين مفوض لجامعة الأدلة على جرائم الحرب دعما لجنوب أفريقيا ودعما للدول اللي وقف معنا بصراحة من المخزي جدا أنه الجنائية الدولية تتوجه لها جنوب أفريقيا وعدد من الدول ليس منها دولة عربية فالسريكة ده بلاد ضعيفة بلاد صويرات محكمة العدل الدولية تتوجه إليها جنوب أفريقيا وليس منها دولة عربية لأسف شديد وإحنا بقافين أيوة صحيح مصر لها دور وهذا على الجانب مصر لها دور مهم جدا ولكن أنا أتكلم على دور الدول العربية مجتمعة البعيدة اللي مش قريبة حتى من الحدود يعني دور مصر دور عظيم والتاريخي هيكتبه بالمناسبة تتوقع أن صفقة الهدنة تتم؟ أنا أتوقع أن هي هتم بتنازلات إسرائيلية ولاست فلسطينية لأن ما كانش الرئيس بايدن يضغط على الجانب الإسرائيلي لم يعد لدى حركة حماس شيء تدفعه أو الشعب الفلسطيني شيء يدفعه إلى الجانب الإسرائيلي ما يطلبه الفلسطينيون هو وقف دائم للعمليات أو وعد مكتوب في الهدنة المؤقتة الحالية ست أسابيع أن تستمر حالة الهدنة للدخول في فكرة الإجراءات السياسية حضرتك أحبنتكلم على قطاع مضمر بنية أساسية قطاع مضمر سكانيا ما فيش تعاليم 75% من المستشفيات اتدمرت بصورة كاملة ما تنسيش حضرتك أن معركة خان يونس نجم عنها مكبرة جامعية فيها حوالي 400 شهيد رجال وسيدات بنتكلم على 7000 كمان مفقود غير معلوم مكانهم لحد دلوقتي فأحنا بنتكلم على جملة من جرائم الحرب مهما كان الفلسطيني فلسطيني لم يعد لديه شيء يقدمه في هذه المفاوضات ولم يعد لديه شيء إخساره أو يخسر كل شيء أنا أعز أكد لحضرتك أن إسرائيل مهتمة بقالها 24 أو 48 ساعة بفكرة اغتيال الصنوار هم بيجروا وراء الصنوار في النصيرات وبيجروا وراء النصوار الصنوار في منطقة خان يونس نتنياهو عايز يحقق أي نصر في اللحظات الأخيرة وبنتمنى للصنوار السلامة علشان يبقى هناك رمز للشعب الفلسطيني أو للمقاومة الفلسطينية تقود فكرة التفاوض علما بأن الفلسطينيين ما خزروش العرب حتى الآن أنا بشكرك شكرا جزيلا سيدة العميد محمود محيدين إحنا حنتابع غدا طبعا تطورات الأحداث هذه قضية مهمة جدا ليست فقط لأنها تخص الشعب الفلسطيني تخصنا أيضا هذا أمن قومي مصري العمق الفلسطيني يخصنا لأنها قضية تخصنا أيضا وسنتابع معكم أيضا ما يحدث فيه الجامعات الأمريكية شكرا سيدة العميد بكرة أيضا عندنا دينا الشربيني هتكون معا أشكركم نتقبل بكرة هذه الميس الحديث ترجمة نانسي قنقر